محمد من عمان يسأل عن التهليلات في صلاة الصبح والمغرب يقول هل يلزم أن نرفع الصوت محمد الله يرضى عليك و يبارك فيك بالنسبة لقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو على كل شيء قدير بعد صلاة الفجر و بعد صلاة المغرب هذه سنة و ليست بفريضة و ليس بواجب إنما هي سنة و من السنة فيها رفع الصوت كما كان النبي عليه الصلاة و السلام يفعل و لذلك ذكرت أنت بعض الناس ما يرفعون الصوت خالفوا السنة في هذا لكن ما ننكر عليهم يعني ما نقول والله أنتم فعلتم خطأ و كذا لا لأن هذه سنة و لذلك من السنة رفع الصوت و رفع الصوت في الذكر هذه طريقة النبي عليه الصلاة و السلام طريقة الصحابة الكرام و رفع الصوت أثر يرتد على القلب بالإيمان و يرتد على الصدر بالإنشراح و لذلك بعض الناس الآن لما يأتي يذكر الله بهمس أو ما تسمع منه شيء أو ما يسمع نفسه أصلا لا كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون تهليلات النبي عليه الصلاة و السلام و هم في آخر الصفوف و لذلك من السنة أن يجهر الإنسان بهذا التوحيد و بهذه التهليلات بارك الله أهو فيكم شكرا للمشاهدة